عودة إليكم إذن مشاهدين الكرام إلى ملف اقتصادي وإنجاز آخر حققته البلاد ويتعلق الأمر بالتوقف عن استراضي الوقود وهو إنجاز آخر وحققه في بلدنا متابعة لهذا الملف مشاهدين الكرام وباسمكم جميعا أسعدوا باستضافة الدكتور مهماه بوزيان وهو خبر الطاقوي سيدي مساء الخير أهلا بك في برنامج الظاهرة شكرا أهلا وسهلا وتحية لكم وللطاقم ولمتابعين أكارين شكرا جزيلا إذن هو إنجاز حققته البلاد بتحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الوقود بعدما كنا سابقا نستورد تقريبا وصلنا إلى ثمين مليار دولار ثم الرقم الخفض إلى 1.5 مليار دولار والآن الحمد لله وارداتنا أصبحت تقتصر فقط على بعض المواد الأولية دكتور كيف تصف هذا الإنجاز خاصة وأنه المعروف أن حاجياتنا من الوقود تصل إلى 16 مليون طن سنويا شكرا لكم حقيقة دون مبالغة ودون وطنية زائدة ينبغي أن نثمن هذا الخيار الذي وصلنا إليه وهو استفاء حاجات السوق الوطنية من الوقود أساسا لأنه ينبغي أن نعود إلى الوظيفة الأساسية للمؤسسة الوطنية السلطرة في قانون أساسي الذي أستعليه وهو استفاء حاجات السوق الوطنية من مختلف الموارد الطاقوية لما نقول وقود سواء الوقود بالنسبة للمركبات سواء وقود بالنسبة لتربينات الغاز لإنتاج الكهرباء سواء بالنسبة كذلك لكل حاجاتنا وخاصة كذلك المشتقات النفطية من الزيوت ولذلك أنه في السنوات الماضية كان هناك عبء ثقيل على سواء على المؤسسة لأن المؤسسة ينبغي أن أول حاجة أن تقوم بجهد كبير على مستوى السوق الدولية للتعاقد بغية تمويل السوق الوطني وهذا أيضا ليس بالجهد البسيط وأيضا كذلك الوصول إلى تمويل هذه الحاجات ولذلك وجدنا أنفسنا أمام عبئين أول حاجة وهو عبء استنزاف ما وردنا من عملة صعبة كما تفضلتم وصلت إلى في وقت ما تجاوزت 2 مليار دولار وأيضا كذلك الوقود نعرف أنه مدعوم معنى ذلك أنك الآن هناك كلفة مالية بالعملة الصعبة تقرش إلى السوق الخارجية وهناك أيضا فارق للسعر بين الوقود المسوق وبين الوقود المسوق أنا أعطيك مثال بسيط في السنوات السابقة لما كانت ديزل في حدود 15 دينار جسائري كنا نستورد الوقود في حدود المكافئة لـ 90 دينار جسائري معنى ذلك لما نجد أنه فرق في حدود 70 أو يتجاوز 70 دينار جسائري من يتحمل هذا عبء بالتحمل الخزين العمومية وهذا له أثر سلبي على الاختصال الوطني وأيضا كذلك على موردنا المالية ولذلك ينبغي أن ننظر بالميزان الاقتصادي على أن ما تم في سنة 2021 وبدأ هذا العمل بدأ أساسا في منتصف 2020 أينما حقيقة وصلنا إلى استفاحاتنا من البنزين ثم وصلنا في 2021 إلى استفاحاتنا من البنزين ومن الدجزل كما تفضلتم ما باقي الآن الصونيزاتي تيف هي المواد الإضافية خاصة بالنسبة لثلاث الإيثر والإيثير وهو أمر طبيعي جدا دولة تضطر لاستعمال مواد أولية مستورتها الآن لأننا ننتظر دخول وحدة أرزيو لأن الآن في القريب حسب المعطيات التي أتابعها أنه في القريب وحدة أرزيو سوف تدخل حيث تشغيل لما تدخل وحدة أرزيو سوف نستغني حتى على هذه المواد الموضفة ولذلك خلاصة بالنسبة لي ما تم في سنة 2021 لما نقول أنه عامل كبير ما هو أنه عامل صدفة في تحضير واشتغال جدي على تحقيق هذا المقصد وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي بهذه المادة الحيوية وهو الوقود بالفعل أنا فقط هنا مع ذلك لما نعود فقط إلى شهر أود لما أتخذ قرار بدءا من شهر أود العمل بالبيتزين الموحد أنا فقط هنا حتى للمتابع الكريم يعني بأنه أحيانا في استراتيجيات العمل خاصة على مستوى التسويق أنه لابد من إعادة ترتيب الأوراق لما تعيد أنك تحصل على نتيجة إيجابية فيما سابق لدينا كان ثلاث أنواع من البنزين معنى ذلك أنا أو أنت كمواطن لما نروح المحطة لابد قدراتنا من التخزين والتوزيع يكون لدينا ثلاث حجوم لكن لما نصل إلى اختزالها في صنف واحد معنى ذلك أنه نختزل ثلاث حجوم إلى حجم واحد أيضا قدرات التوزيع النقل والتوزيع على مستوى شاحنات نقل وقود أنه بدل ما يكون ثلاثة نختزل إلى ثلاث إذن معنى ذلك اختزال الوقود إلى نوع واحد من الوقود أول حاجة أنه نستغني على الوقود الذي أصلا كان مضير وهو الوقود الذي كان مشبع بالرصاص وأيضا هذا فيه فائدة صحية وفائدة بيئية ووصلنا أيضا كذلك إلى توجيه قدرتنا كلها إلى وقود واحد أنه ذو جودة وأنه نستوفي به طلبنا من حيث الوقود أنا أنبه بأنه والآن هناك أيضا عمل كبير ينبغي أن يتم أنا أقول أنه ينبغي أن يتم خاصة على مستوى الديزل لأنه نحن الآن الديزل الجزائري هو من أحسن أنواع الديزل لكن أحيانا هذا الديزل هذا يستقبل مثلا في المركبات الثقيلة خاصة على مستوى الزراعة أو الفلاح بينما هذه الحصدات أو غيرها من الزراعية لا تحتاج إلى وقود من هذه الجودة ولذلك لما نشتغل مثلا إلى وقود موجه إلى الحياة الحضارية في المدن بالنسبة لحضرة سيارات وديزل ثاني في غيرها من الدول وديزل ثاني موجه إلى القطاع الزراعي والفلاحي سوف كذلك نربح على المستوى المالي وعلى المستوى كذلك توفير الحجوب اللازمة أيضا كذلك ينبغي التنبيه أنه الآن ما هو مخطط لأنه أول حاجة كما تحدثنا على الجهود الوطني الجهود الوطني أول حاجة وهو تأهيل مصافي في سكيك دوائجي وسيديرزين في العاصمة الآن هنا كما هو مخطط خاصة محط كرير ومصفات حسيم سعود أعتقد أننا الآن نكرر بمستوى 30 مليون طن في سنة سوف الآن مع دخول المحطات المقررة والتكرار المقررة والمبرمجة في أفاق 2024 و2025 أرقام متوقعة بروفسور؟ سوف نصل إلى أن ما لدي من أرقام أعمل عليها بإمكاننا أن نتجاوز في المرحلة الأولى من خلال محط حسيم سعود 35 مليون طن ثم بعد ذلك نصل حتى إلى 40 مليون طن لكن ينبغي هنا أن نوضح حاجة أنه الوصول إلى 40 مليون طن أنه يخضع أساسا إلى التوجه إلى الأسواق الخارجية هذا هو السؤال الذي أردت أن أطرحه الدكتور تعرف أن هذا الإنجاز يدخل ضمن سلسلات إنجازات حققتها البلاد في القطاع الاقتصادي بدءا برفع قيمة الصادرات خارج المحلوقات وتحقيق الإنجاز التاريخي أكثر من ربعة مليار دولار تحقيق ربما تفوق في الميزان التجاري بأكثر من زائد 1.8 مليار دولار وإنجازات أخرى تحققت في عدد من الكتاعات على غرار قطاع الفلاحة الذي أيضا بحول الله تعالى البلاد تتجه إلى تصدير عدد من المنتجات الفلاحية وهي طبعا سلسلة من الإنجازات تحققت عمليا هل تعتقد أنه أيضا في مجال الوقود نحن نتجه إلى بعدما حققنا الاكتفاء الذاتي والحمد لله نحن سنتجه في القريب العاجل إلى تصدير الفائض من هذه المواد الطاقوية بالفعل أنا بالنسبة لي هذا ليس من متوقع في سنة 2020 بسبب الجائحة هذا سيكون تحسين حاصل تحسين حاصل لأنه في سبب الجائحة وخاصة مع أنه تراجع حركة النقل حتى في الحظيرة الوطنية لأنه نحن نعلم حالة الغلق خاصة بالوليد كذا غيرها الجائحة فرضت ظروف معينة هذه الظروف معنى ذلك أن قدراتنا من إنتاج الوقود كانت أعلى من طلب الداخلي ولذلك تم مباشرة تجربة أولى وهي تصدير كمية محترمة من الوقود إلى أسواق الجوار ولذلك هذه التجربة الآن أنها من المقرر أو من المفترض أنها سوف تصبح توجه بالنسبة للقطاع الطاقة الجزائري خاصة بالنسبة للسوق الإفريقية خاصة دكتور استسمحك أن هناك تتقارير تتحدث على أن هذا سيكون يسيرا جدا على الجزائر على الاعتبار أن الوقود الجزائري معروف عالميا بالجودة والنوعية العالية جدا بمعنى أنه تنافسي إلى أبعد الحدود أكيد تنافسي لماذا؟ لأنه لما نحن نتحدث على التنافسية نحن نفطنا المعروف النفط الجزائري مزيج سحاري هو من أجهد أنواع النفط وهو نفط خفيف وهو نفط خفيف لما نقول نفط خفيف أو نفط الحلو المنخفض الكبريت وهو النفط الذي الآن كل محطات العالم تطلب هذا النوع من النفط لماذا؟ لأنه أمام ارتفاع أسعار البنزين في السوق الدولية مصافي التكرير بغية الضغط على الأسعار لخفضها تسعى إلى النفط الذي لا يكلفها وهو النفط الخفيف يعني ذلك أنك لما تمتلك نفط من هذه النفط النفط جيد من خفيف الكبريت تكريره أن كلفته أقل والآن هنا هذه الميزة التي تعطيك تنافسي في الأسواق أنك بإمكانك على مستوى التكرير وعلى مستوى المصافي أن تنتج بنزين وتنتج ديزل من النوع الجيد والنوع الرفيه المنخفض الكلفة الذي تستطيع أن تنافس به على الأقل على مستوى الأسواق الإقليمية أنا أقول ولماذا؟ حتى الأسواق الدولية لأنه المعروف الآن أن أسواق الطاقة هي أسواق معولمة حتى بالنسبة كذلك لسوق الوقود ولذلك أنا أقول بأنه الآن ما يعمل عليه قطاع الطاقة الجزائري أن العمل بدأ ليس فقط هذه السنة أو السنة الماضية لأنه لما ننظر فقط في ميزان صادراتنا أصبح الآن تصدير المشتقات أنه يعادل تقريبا في نفس ميزان تصدير الخام لما نصل إلى رفع في صادراتنا على مستوى المشتقات أنها تصبح بنفس 50-50% مع الخام بالإضافة ونصبح ذلك لما نضيف المكثفات نصبح تقريبا تحت عن الثلاث أثلاث معنى ذلك أنه الآن بإمكاننا أن نتوجه إلى تصدير المشتقات وتصدير الوقود أعلى من تصدير الخام وهذا هو ما يدخل ضمن المنظور تثمين خاماتنا وأعتقد هذا ليس رغبتنا فقط كتقنيين أنه هذا أيضا توجه لدى قيادة الدولة أنا أذكر فقط في مجلس الوزراء الأخير أنه تم التأكيد على ضرور التوجه إلى تثمين خاماتنا لما نقول خاماتنا سواء على مستوى التعدين المعادن المناجم والمعادن وإذن كذلك الثروة المنجمية ككل لما نتكلم عن الثروة المنجمية الغاز والنفط والمكثفات والجي بيال غاز النفط المميع أو غاز الفيترول المميع هي كلها أنها من مكونات مجلن من جميع أنه سعي إلى تثمينها من خلال تصديرها على شكل مواد منتجة وبحديث عن الموارد الطاقوية الوطنية حديث أيضا عن الطاقات المتجددة التي ستشكل قابل الأيام بحول الله واحدا من الموارد الرئيسية في البرد بتأكيد أنا لما أتكلم أنا دوما أتكلم ضمن منظور المزيج الطاقوي نحن الآن لا ينبغي أن نبقى ضمن منظور الطاقات تعادي بعضها الحقيقة هذا ممكن يقول بها البعض لكن على مستوى المشهد العالمي الآن أنا فقط أذكر لما نخرج حتى من المشهد الجزائري أنه في نهاية أسبوع الماضي أن الإتاءال المفوضة أتحاد أوروبي أنه إعادة تعديل خارطة الخضراء وإعادة إدراج مثل الغاز الطبيعي ضمن سلة صناعات الخضراء أنا نقول الآن نحن لدينا موارد هامة من الغاز الطبيعي ولدينا موارد هامة من النفط ولدينا كمون من أعلى الكمون في العالم بالنسبة للكمون شمسي ولدينا موارد متجددة أخرى على غرار أنه أروي قط الرياح على غرار أيضا كذلك الكتلة الحيوية معنى ذلك أنه تجميع وحجد مختلف هذه الموارد بإمكاننا حقيقة ضمن المنظور القريب ضمن المنظور القريب أن نبني نموذج طاقوي مبني على المزيج متكامل ويراضد بعضه بعضه وكلما توسعنا في الطاقات المتجددة سوف نجعل المؤسسة الطاقوية سونا ترك مثلا وصول الكلاس في أريحية في حيث أنه نستطيع أن نعزز تواجدنا على مستوى السوق الدولية أعتقد هذا هو المنظور الذي نشتغل عليه كلنا وأعتقد لا يوجد هناك تضارب سواء على مستوى قطاع وزارة وزارة تكلم على وزارة انتقاد الطاقة ومتجددة على مستوى وزارة الطاقة على مستوى أيضا كذلك وزارة الفلاحة نحن لما أعطيته مثال جيد جدا لما الآن نصل إلى تصدير الموارد الفلاحية نحن نصدر كذلك في الموارد الفلاحية جزء من الطاقة وهو الغاز وهي الكهرباء وهو النفط وهو الوقود أساسا معنى ذلك أن كنت لما تصل إلى استفاع حاجات السوق الوطني من الوقود معنى ذلك أنك تتيح إلى قطاع النقل نقل الموارد الفلاحية حتى يتوسع أنك أيضا لما تتوسع في الطاقات المتجددة سوف تتيح للفلاح للاستفادة من خيرات البلد من إحدى الكهرباء وفي المزار وفي كذلك وأيضا كذلك حتى لما نتوشه إلى الزراعة الصناعية إذن معنى ذلك الأمور متكاملة خاصة الزراعة في المناطق النائية تحتاج إلى يمكن أن نستغل فيها الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية مثلا بالتأكيد لأنه الآن منظور وراء الاضطر إلى إيسال الكهرباء بالطرق الآن المفاعلة أعتقد أن هذا من بين البرامج المهمة التي تشتغل عليها وزارة انتقال الطاقة وتقادم متجددة خاصة بالنسبة لما يسمى الاستهلاك المستقيل لأن أهم شيء تتيح للتاقات المتجددة في فضاء الوطني وهو المناطق ما يسمى بمناطق الظين أو المناطق المعزولة المناطق الحدودية أيضا المناطق الجبلية المستثمرات الفلاحية البعيدة على المحيط الحضاري المرونة في وصول الطاقة إلى أبعد دغطة ممكنة بالتأكيد لأنه كلها لما يتحدث على المستثمرات الفلاحية البعيدة عن المجال الحضاري بحيث أنه تصبح كل فترة ربطها بالشبكة التقليدية أنها مكلفة لذلك تأتي الإجابة من خلال التقات المتجددة المحطات خاصة المحطات الكبرى المتوسطة بالنسبة للتجمعات السكرية الصغرى يأتي كذلك المحطات الصغرى إذن مع ذلك التقات المتجددة تأتي ضمن منظور وهي منظور استفاع حاجات الساكنة وتلبية حاجات المواطن ورفاهية المواطن لأن الكهرباء هي واحدة من الأدوات الأساسية التي تعمل عليها الدولة الجزائرية نحن إذا وصلنا حقيقة إلى ربط كهربائي هو الأعلى في العالم أعلى من 99% فهذا مهم جدا لكن هذا ينبغي تعزيزه من خلال تعزيز مساهمة التقات المتجددة لإبقاء هذه النسبة مرتفعة من حيث استخدام واستهلاف الكهرباء في الحضيرة الوطنية ولذلك أنه الآن لما نتحدث عن الكهرباء الكهرباء هي إجابة على كل حاجاتنا أو الحاجة حاجات المواطن حاجات الفلاحة حاجات الصناعة أيضا كذلك لما نفكر حتى على مسوى النقل في إدراج المركبات الكهربائية بمعنى ذلك أنه لما نتحدث عن التوسع في المجال الصناعي والتوسع في السلاسة الصناعية والتوسع في النشاط الفلاحي نحتاج إلى الكهرباء نحتاج ألي إلى التقات المتجددة نحتاج إلى رفع من وطيرة إدراج تقات المتجددة في فضاءنا الوطني بالتأكيد دكتور الدكتور مهماه بوزيان كنت معنا في الحديث عن الإنجازات والقدرات الوطنية في إنتاج الطاقة كنت معنا نلقاك بحول الله في فرص لاحقة لنتحدث أكثر عن إنجازات ستتحقق بإذن الله تعالى